هل إن إحنا كلمة الصناعة هي يعني قطاع الصناعة وهو قطار التنمية ولا تقوم تنمية بدون الصناعة هل ده يعني يؤثر بشكل ما عن إن إحنا نقلل الزراعة عشان بس فيه خلطة عند الناس في هذا الموضوع إن إحنا نوقف بقى زراعة ونبدأ صناعة هل ده حقيقي ولا فهم خاطئ لهذا الموضوع باختصار شديد مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة ما بيعتمدش على محور يعني دون المحاور الأخرى فالصناعة بجانب الزراعة بجانب عملات الإنتاج بجانب إن إنت بتعمل تعبال السوق المحلي بجانب إن إنت بتستهدف تحقيق بعض معدلات نوعية في بعض الكتعات الأخرى زي الصناعات التحولية صناعات الدوائية بعض الأمور اللي إنت بتحاول تدخلها كمدخلات جديدة في التنمية الصناعية كأحد الهياكل اللي إنت عايز تحدث قاعدة الصناعة فيها فدي كلها تعد أحد الركيز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة لكن لما نشوف التنمية الاقتصادية بمفهومها الضقيق جدا لازم نتحدث عن الصناعة لأنها هي الركيز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية أحد مقومات نجاح أي دولة في العالم في تحقيق التنمية يعني لما تروح للدول الأوروبية تروح للصين تروح للنمور الأسسوية هتلاقي إنه بمؤشرات بتقترب من 40% قائم على الصناعة قائم على الصناعة وخلينا أقول لحد ذلك معلومة مهمة جدا لما بيحدث تطوير وارتفاع في مؤشر الصناعة بنسبة 10% بيساعد على إنه يكون في باقي المؤشرات الأخرى أرقام إيجابية زي إيه؟ زي البطالة لما يكون فيه تقدم فيه مؤشر الصناعة هتلاقي مؤشر البطالة فيه انخفاض هتلاقي مؤشر الصدرات فيه إرتفاع هتلاقي مؤشر الناتج الإجمالي فيه إرتفاع فبالتالي مؤشر صناعة أحد المؤشرات الإيجابية أو قطاع الصناعة أحد القطاعات الرئيسية اللي بتشكل تغيير وتحدث أثر إيجابي كبير جدا في باقي القطاعات هنروح بقى لي السؤال اللي هو برضه مطروح وأن الدولة أكيد كانت بتواجه عدد كبير من التحديات والمعوقات عشان نشعر بقطاع الصناعة النونامي بشكل كبير شايف حلقة جهود الدولة سواء أنا قلت في المقدمة استراتيجيات لتوطين الصناعة صناعات كثيرة أن احنا نقلل الواردات ونزيد من الصادرات وما إلى ذلك مبادرات بتدخل بتساعد الحكومة وما إلى ذلك حلقة شايف جهود الدولة وإيه هي التحديات في وجهة نظر حضرتك في هذا الموضوع سؤال حضرتك جوهري جدا أنت كان عندك ثلاث أزمات أصروا بشكل دقيق جدا على موازنات العالم كله وليس في مصر فقط مؤشر فيروس كورونا كأحد الأزمات ثم الأزمة الرسولة الأوكرانية ثم توقف سلاسل إمداد فترة ما بين دي كلها أصرت بشكل أبا آخر على قصدات العالم أصرت على دخول بعض المنتجات أو المواد الأولية للدول اللي بتعتمد بشكل رئيسي على متخلات عناصر إنتاج بنسب بتتخطى عن 40% بس خليني أقول إنه كمؤشر يعني خليني أقول إحصائيات عشرين وواحد وعشرين عشرين وواحد وعشرين الصناعة بتشكل 11.7 من النتج المحل الإجمادي الدولة حاليا وفقا للإستراتيجية الحالية عايزة تصل إلى 20% مشاركته فيه النتج المحل الإجمال طيب لو هتكلم على القوة التشغلية بتشكل الصناعة 29.4 من القوة العملية في مصر أو قوة تشغلية في مصر بتساهم في حجم الاستثمارات المنفذة تقريبا بمؤشر بيتغير إلى 50 مليار لو هتكلم على مشاركته أو مساهمته مع الاستثمارات العامة المنفذة فيه الدولة المصرية بنسب بتصل من أحيانا 7% إلى 10% وده رقم كويس جدا ومرض جدا وإحنا كاقتصاديين بنشوف إنه كويس الدولة حتى إيه؟ وهل الصناعة حاليا الموقف الحالي وفقا للتحديات الحالي قلت عليها إحنا ماشيين تمام أعتقد إنه دولة حتى فيه استراتيجية 2030 إنها تصل إلى 100 مليار صدرات كان فيه بعض طلبات للقطاع الخاص ومنها مساهمته وتوسيع قاعدة مشاركته في القطاع الخاص دولة استجابت تزليل العقبات للقطاع الخاص موضوع الأراضي موضوع الفكرة بتاعت الاستثمار والشباك الواحد وحاجات كتيرة كان بيطلبها القطاع الخاص عشان تتذللوا بدأت الدولة توفر ده ده حقيقة فكان لابد من إنك إنت تعتمد على منهجية في تحقيق التنمية في هذا القطاع لأن القطاع مهم جدا بدأت الدولة تبص على بعض القطاعات المتعسرة يعني ده المهم جدا إنك إنت تشوف الكطاع اللي عندك اللي كان بينتج وتبدأ تشغله من جديد وبالتالي ده ساعد على طمأنة لهذه القطاعات في هذا التوقيت وإدى دفع قوية جدا إنه الدولة يعني بتضرب يد من حديد على كل العصارات والمعوقات اللي بتقف فيه سبيل الصناعة طيب دكتور يعني أي حد بيجي يسأل يقول إزاي نقوم بيئة الصناعة بيقول أمثلة دايماً يقولك شوف الدولة الفلانية طلعت إزاي شوف الدولة الفلانية المفهوم بتاع الصناعة وأنا خبراء الصناعة لو ما بيتحدثوا بيقولك عشان تصنع أي حاجة تعرف إنه هو أو يعني بيتعمل إزاي شايف البداية منين يا دكتور يعني هل إحنا شايفين الدولة أيضاً عشان أنا هرجع لحتة التعليم دعم المدارس التكنولوجية والمدارس الصناعية والتجارية وما إلى ذلك رغم إن الناس كلها بتبعد عن لفترة طويلة بالصورة الزهنية الخطئة عن هذه المدارس اللي يقولك السبع صناع والبخت ضايع والحاجات أنا بقولها بالشكل العام لأنه مفهوم خاطئ والصناعة لو حاجة بتقولها هتقوم على عدد من العاملين في الصناعة شايف الموضوع بدايته إزاي في أي دولة بتقوم من ناحية الصناعة يعني اللي هو هتكلم أعمل مقارنة بسيطة جداً بين مصر والسيط مصر عندها صناعات أعتقد إنها كانت بتشكل نسب كبيرة جداً ولكن في بعض الأوقات أهملت هذه الصناعات منها مثلاً صناعة النسيج بعد الصناعات التحولية وغيره فأنت عندك صناعات تقدر تقوم هذه المكانة المهمة جداً في هذا التوقيت طيب الخريطة الاقتصادية أو الخريطة الصناعية في العالم دلوقتي تم إدخال بعض الصناعات الحديثة ما كانتش موجودة في البنية الصناعية المصرية فأنت من عام 2015 بدأت تحط نفسك في هذه الخريطة وبدأت تقول أنا موجود موجودك في هذا التوقيت بإدخال هذه المستحدثات الصناعية بإدخال بعض الاستثمارات الصناعية بتحديث بعض الهياكل لأنه هل حضرت تقصد معدات فقط؟ لا أنا بقى صد نوعية الاستثمارات أسهليب ونوعية الاستثمارات لأنه يعني لما بنحاول إن إحنا نشوف مؤشر الصناعة في الصين ونين ندرسه بشكل أساسي فبنشوف إنه إجمال الاستثمارات المنفذة في الموازنة الصينية مخصوماً منها التكلفة الاستثمارية فبتديني صاف الاستثمارات لما بنجي نحسبها بنقول مثلاً إن يعني في الموازنة الصينية بقولك إن فيه ارتفاع لكن كاقتصاديين بنشوف إيه هل الاتفاع ده نتيجة ليه زيادة رؤوس الأموال زيادة ليه إدخال بعض الصناعات في الموازنة الصينية ولا لأ ما هو ده المهم مش المهم يكون عندك تطوير للهياكل اللي موجودة لا المهم إن أنت كل شوية تدخل بعض الصناعات اللي تعمل لك قيمة مضافة في الرقم النهائي ده المهم جداً ولذلك لما الحكومة المصرية يعني بدأت تشتغل على هذا الملف من عام 2015 بدأت تراكز على الصناعات موجودة طيب إحنا محتاجين لها إيه يبقى تطوير بعض الأمور الهيكلية زي التمويل بعض الأمور الهيكلية زي التعديل البنية التشريعية علاوة على حكومة عملت حاجتين مهمين جداً أو تلت حاجات مهمين جداً في عام 2016 تحديداً يعني أول حاجة عملت ما يسمى بقانون تفضيل منتج المحلي يعني أنت كحكومة أو كقطاع عام أو خلافه في مصر عندك تفضيل لشراء المنتج المحلي المصنع في مصر بنسب بتزيد عن 20% في بعض الأحيان كمنتجات إن أنا النهار دي لازم أشجع المنتج بتاعي في مصر طيب تاني حاجة والمهمة جداً أن الحكومة اكتهدت جداً في عمل خطة تسوقية للمنتجات المصرية خارج مصر ودي حاجة مهمة جداً لأنك إنت الدولة بتتبنى هذا الأمر وبالتالي رفعت الإنفقات اللي ممكن الكطاع الخاص كان يتكبدها لو عمل خطة تسوقية خارج مصر حاجة المهمة جداً صدر قرار السيد الرئيس في 2016 إنه أي مصنع في مصر أو منتج لو هو شايف إن مجالات التصدير عنده أوسع خارج مصر وحابب إنه هو يصدر هذه المنتجات إلى أحد الدول الأوروبية أو بخلافها لابد أن يلتزم بيئة المواصفات القياسية لهذا المنتج في هذه الدولة ودي الحاجة اللي كان عندنا بعض المنتجات وبعض العمليات التصديرية قبل عام 2010 لما كانت بتروح أي دولة كانت بترجع تلك مقاييس الجودة والأمان والسلامة وكل المقاييس اللي حاجة تتكلم عنه